اشتركوا في القناة والصالحون أنهم لم يرضوا أن يسمعوا كلمة واحدة من صاحب هوا وصاحب بدأة كم دخل هؤلاء من سالفيهم الطالحين على أئمة السلف من التابعين ومن بعدهم يرجون أن يسمع منهم كلمة فيضع العالم إصبعه في أذنه يقول ولا نصف كلمة لأنه لا يضمن أن تقر منه كلمة في قلبه فتخدش إيمانه ولا ترتفع فلا تتقصد إلى سماع ما قالوا أو تتبع مقالاتهم خصوصا عبر هذه الوسائل السريعة تواصلات اجتماعية الآن دخلت البيوت دخلت القلوب ولا أدري كيف ستخرج منها يا أيها الإخوة تغريدة تليجرام إسناب واتس أب يبجي واتس أم بعد وغيرها كان العلماء يحذرون من أشياء غير هذه فجاء شيء آطم من هذه المحذرة منها وسائل تفسد العقائد والأخلاق والمرؤات والأوطان قبل إفسادها الشخص بنفسه ثم ثانيا من كان من أهل العلم أو من أهل الأمر من ولاة الأمور أو نوابهم من لهم في هذا الشأن ومنهم القضاة والمحققون يستمعون إليها ويستدفعونها ليفصلوا بين الحق والباطل ويدينوا من يستحق الإدانة ويردوا على من يستحق أن يرد عليه وهذا لا يكون لكل الناس وإنما إخاصتهم ممن لهم ولاية سواء بالسلطان أو ولاية بالعلم هذه هي نصيحتي أيها الإخوة وللأسف الشديد صرنا نحن وسائل دعاية لهؤلاء إلا ما رحم الله في مجالسنا أهلان قال أهلان نقل أو نعيد تغريدته إن غرد بتعليق عليه أو نشيد به أو نذمه في الناس حتى نعطف ونلوي أعناق الناس إليه وصرنا دعاة له ونحن لا نشعر كان من هؤلاء المغرورين وهؤلاء الجهال والمتعالمين من يتقصد أن يلان من الدين ليرد عليه العلماء فتكون دعاية مجانية له نعرف من هؤلاء من كانوا يكتبونه في وسائل الإعلام ليرد عليهم أهل العلم وكبار العلماء لماذا؟ ليشتهروا فتكون دعاية مجانية لهم من مادة هذه الدعاية نحن؟ ولحن لا نشعر إن كنت غائرا لله حقا وتغار على دينك صدقا فازدد تمسكا به وطلبا للعلم فيه وصبرا ومصابرة في التفقه والعمل به لا أقصر مهايطي ما همك إلا الطعطع بالكلام وعند العمل ما في عمل هذا أمر مهم ومنهجي نيل من المسلمين ما نيل فظن من ظن أن الانتصال للمسلمين هو في الطعطعة والقرقعة في المجالس أو على المنابر فعلوا وفعلوا أما أن تتجافى عينه عن النوم وجنبه عن فراشه فيقوم في هزيع الليل يستنزل نصرا من الله لهؤلاء المستضعفين من المؤمنين فقلة من يفعل ذلك استدروا عواطفهم فاستخفوهم وهم لا يشعروا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر